تفقد وكيل قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة منير لمع عددا من المراكز الصيفية بالعاصمة المؤقتة عدن والتي تقام برعاية من وزير الشباب والرياضة واطلع على سير الأنشطة والفعاليات المقامة فيها وخلال زيارته لثانوية زينب للبنات بمدرية دار سعد وثانوية عمر المختار للبني نشاد لمع مجمل الفعاليات والأنشطة والبرامج المقامة في تلك المراكز وبما تحتويه من أعمال إبداعية مثنيا على الجهود التي يبذلها مكتب الشباب والرياضة في المحافظة ولجان التسيق والمتابع لإنجاح هذه الفعاليات وما يقدم فيها من برامج توعية وفعاليات رياضية